أهلاً وصفتنا اللذيذة اليوم للي يحبوني الحلويات السهلة والسريعة فيديو اليوم رح أشارككم وصفت أم علي طريقتها جداً سهلة وسريعة ولذيذة ضروري تجربونها قبل لنبدأ وصفتنا اللذيذة اليوم لا تنسونا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ويلا نبدأ بالبداية رح نجهز البف بيستري رح نحتاج 6 شرايح بف بيستري رح ندخلها الفرن لما تستوي عندنا من الجهتين وتتحمر طبعاً أم علي جربتها بأكثر من عجينة وصراحة أكثر شي حبيت البف بيستري مرة تكون لذيذة فيه وبعدها رح نجهز السوس رح نحتاج كوبين حليب ورح نضيف عليه كوب كريمة خافقة وكوب كريمة طبخة ما توفرت عندكم بعدها رح نضيف نصف علبة حليب منكثف محلة اللي ما يحبونه مع علي تكون مرة حالية مرة أنصحكم بهذا المقدار حلاها جداً موزون ومرة لذيذة وآخر إضافة عندنا رح تكون 3-4 علبة قشطة رح نقلب المقادير كلها زي مع بعض لما تجانس عندنا ممكن تحتاجون تحطونا شوي على النار ورح نبدأ نجهز الصينية الصينية اللي رح نقدم فيها الحالة رح نحط أول طبقاً البف بيستري حطاً تقريباً ثلاث شرائح رح نكسرهم زين وبعدها رح نبدأ نضيف المكسرات ضيف المكسرات اللي تحبون أنا أضفت هنا الجوز وشرائح اللوز وأضفت الفسق بعدها رح نحط نصف كمية الحليب ونرجع نعيد طبقات أول شي ثلاث شرائح بف بيستري رح نكسرها زين وبعدها رح نضيف المكسرات طبعاً أنا أحب المكسرات تكون كثيرة فأضفتها هنا طبقتين ممكن إذا أنتم ما تحبون تحطون طبقة واحدة بس بالوسط وبعدها رح نحط الكمية الباقية من الحليب رح نترك الصينية تقريباً 10 إلى 15 دقيقة لما تشرب البف بيستري الصوص وبعدها رح ندهن الوجب الباقية من القشطة عندنا ودخلها الفرن على حرارة 180 النار تكون من تحت وفوت لما يتحمر عندنا وتطعب هذا الشكل الحلو عند التقديم رح نزينها بالمكسرات ورح ننضيف عليها شيرة إذا أنتم تحبونها تكون شوي حالية ووصفتنا اللذيذة سرت جاهزة مرة سهلة وسريعة ولذيذة ومرة أنصحكم تجربونها وبالعافية عليكم يا رب إذا حبيت وصفتنا اللذيذة اليوم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وأشوفكم بالوصفات الجاية إن شاء الله موسيقى